نعم قتلوا أهلال الشيء لأنه صدح بكلمة الحرية في وجه أصحاب السلطة الحاليين في العراق الذين يريدون البقاء على كرسي الحكم مرت عدة دقائق وربما أكثر حتى يصمت هذا الثائر بفعل رصاصة أطلقها أحد الضباط في القوات الحكومية من مسدسه ليثبت مرة أخرى شهوة الحكومة الحالية لقتل المتظاهرين في البلاد السلطات الحكومية كعادتها أرادت تزوير الحقيقة والإدعاء مرة أخرى بأن جريمة قتل عمر جاءت على خلفية نزاع عشائري وقالوا لأ هاي الشباب المتظاهرين الأبطال ضغطوا على الضابط وقالوا لأولا مو عركة عشائرية هذا ماك شهيد بالمظاهرات والسجل عقيد وشاف وقتل متحمد واللي رماء رماء ملازم أول كلها شافته كلها شافته والكاميرات موجودة الكاميرات مال البيوت كلها موجودة إحنا نطالب القضاء يسحب الكاميرات ويسحب الأفلام ويشوف ياهو الضابط اللي قام بالجريمة هاي أدري هوش سوالك عمر عمر شلو عدة عدة سلاح طالح عليك بعالم عراقي الله أكبر عليكم وما حديث وزارة الداخلية الحالية عن إلقاء القبض على الجاني إلا أنه لا يزال الغموض يلف بيانها الذي خلى من اسمه أو رتبته أو حتى الإشارة إلى تبعيته للقوات الأمنية في البصرة تلك التي استخدمت القوة المفرطة ضد متظاهر ساحة البحرية في البصرة هذه ليست الجريمة الأولى التي تستهدف متظاهر العراق فقد سبقها سلسلة من جرائم تنوعت بين القتل المباشر والاغتيالات وتحديدا في البصرة تلك التي شهدت عمليات اغتيال منظمة لصحفيين وناشطين بينما لم تسفر رجال التحقيق الحكومية عن أي نتيجة وأعيد متهمون بقتل الناشطين للواجهة مرة أخرى لكن الأساس في هذه الجرائم المتواصلة كما يقول متظاهرون هو كسر ثورة تشرين التي أعادت أحياء التظاهرات في الذكرى السنوية الأولى للثورة وتكريس خيبات الأمل بعد رفع القوات الحكومية الخيام بالقوة من ساحة التحرير في بغداد لتثبت حكومة الكاظمية أنها لا تختلف عن من سبقتها من حكومات بعد أن تنصت عن مسؤوليتها بحماية حرية التعبير في البلاد ولبست زي الميليشيات لتتغول في قتل المتظاهرين وترسخ أقدام الأحزاب التي نهبت خيرات العراق